اشتركوا في القناة الحضور الكريم اسمحوا لي انا اتقدم لسياداتكم والشعب المصري العظيم بالتهنئة لحلول الزكرة الثامنة والاربعون لانصراط حرب اكتوبر المجيدة تشهد ارض سيناء العديد من الانجازات في كافة المجالات ومنها القلاع الصناعية والزراعية والسياحية والتجمعات العمرانية والمناطق التنموية بالاضافة الى مجموعة من الموانئ الجوية والبحرية والمراكز البحسية والتعليمية بهدف تحقيق التوازن لخريطة السكان في مصر وزيادة الرقعة الزراعية بسيناء وتحقيق متطلبات الامن الغذائي في اطار خطة مدروسة ورؤية مستقبلية لتنمية شبه جزيرة سيناء ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتعتبر تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس اولويات القيادة السياسية نظر الاهمية الاستراتيجية لها وتحقيقا لاهداف الدولة تم التخطيط لانشاء شبكة طرق قومية تمثل البنية الاساسية لشرايين التنمية لتسيير التبادل التجاري شرقا وغربا وربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات وتأتي مشروعات الطرق والكباري والانفاق من اهم اولويات تنمية شبه جزيرة سيناء التي تساهم في خطة تنمية محور قناة السويس لذلك صابقت الدولة الزمن لتنفيذ العديد من المشروعات التنمية العملاقة بشركات وطنية وسواعد مصرية في ازمنة قياسية حيث تم تكليف الهية الاندسية للقوات المسلحة اعتبارا من تلاتين ستة الفين وارباحتاشر بربعمية وتمنتاشر مشروع في مختلف المجالات بجمال تكلفة ربعمية ستة وتمانين مليار جنيه تم تنفيذ فن متين ستة وسبعين مشروع بتكلفة مية تمانية وتسعين مليار جنيه جاري تنفيذ مية وعشرة مشروع بتكلفة متين وستة مليار جنيه مخطط تنفيذ اتنين وتلاتين مشروع بتكلفة اتنين وتمانين مليار جنيه في مجال الطرق وده مجال مهم جدا فندم عندنا تم الانتهاء من تنفيذ خمسة وتلاتين طريق بانجمالي الف ومية خمسة وتمانين كيلو وانا أستاذ انسياتك اننا يعني احب وضح الخريطة بتاع السينة وعليها فندم كل المجالات اللي تم تنفيذها والجاري تنفيذها سواء في مجالات التعليم والموانئ والتجمعات التنموية والتجمعات العمرانية والمناطق السياحية اللي موجودة في سينة بالكامل كل ده متوقع الخريطة يا فندم بالاضافة لمجال الزراعة والصناعة الطرق يا فندم اللي موجودة متخططة وتم تنفيذها بتخدم كل المجالات دي وبتسهل حركة التنقل داخل المحافظة من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب واحنا رعينا فندم في تخطيط الطرق وتنفيذ الطرق بالاسبائيات يمكن الاسبائية الاولى دي كانت اهم اسبائية عندنا ان احنا نربى كل التجمعات سواء سكانية او صناعية او زراعية او سياحية في جميع المجالات بمنتهى السرعة يعني لو ستك الطريق النفق طابة ده طريق رئيسي تم تطويره وتنفيذه ده بيربط فندم من غرب سينة لشرق سينة بيربط كمان فندم التجمعات السياحية اللي موجودة على خليج العقبة وكمان بيوصلنا لشرم الشيخ الطريق الموازلة او الافتجاه الجنوب ده طريق فندم النفق شرم الشيخ والستكف تحته وده طريق مهم جدا لنقل السياحة من داخل الجمهورية ومن خارجها لمنطقة شرم الشيخ وراس محمد الطرق دي فندم كان مهم جدا انها تتخطط بالاسلوب ده وبالسرعة دي عشان تعمل تنمية حقيقية لسينة بالكامل سواء شمال سينة او جنوب سينة زي مواضع قدام حضرتك جميع الطرق اللي باللون الاحمر دي تم تنفيذها وبالفعل احنا نفذنا عليها مراكز خدوات خدمات سواء محطات وقود او مناطق ادارية بحيث المسافر اللي بتنقل خلال الطريق بيلاقي كل الرعاية والاهتمام في الحركة المرورية لها ده بالاضافة ان احنا عرضنا كل الطرق فندم وزودنا السرعات اللي بتتحرك عليها ولغينا التقاطعات وخلينا كل الطرق اللي موجودة عندنا طرق حرة نفذنا احنا فندم 16 طريق واللي هما الجاري تنفذهم 16 طريق ودول اللي هما بينين باللون الاخدر احنا بالفعل يعني قربنا على الانتقى فيهم يمكن المنطقة بتاعة رافحة والعريش ممكن نكون مثلا وصلنا لنسبة 95% ممكن يبقى قدامنا ان شاء الله فندم على نهاية الشهر القادم يكون معظم الطرق اللي هي باللون الاخدر دي انتهينا منها متبقى فندم بقى الجزء اللي هو مخطط تنفيذه 12 طريق بطول 1880 ويمكن بعد ما سيادتك صدقت على الخطة بتاعة تنمية الزراعات في شمال ووسط سيناء ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم ما نفتتح المحطة بتاع بحر البقر كل المناطق دي سيادتك تم التخطيط لها احنا من ضمن 1880-1615 طريق لصالح الاراضي المخطط زراعتها في شمال وجنوب سيناء ان شاء الله واليوم بتشريف سيادتك فندم هنفتتح ثلاث طرق الطريق الاول طريق الاسماعيلية العوجة الطريق الثاني طريق الجينيفا الطريق الثالث طريق النفق طريق الاسماعيلية العوجة الطريق ده فندم بطول 221 كيلو احنا نفذنا المرحلة الاولى منه فندم من الاسماعيلية الجديدة لقرية بغداد بطول 156 كيلو المرحلة التانية من بغداد حتى منفذ العوجة بطول 65 كيلو الطريق ده فندم عبارة عن طريق اتجاهين كل اتجاه 3 حارة مرورية عرض الاتجاه 12.5 متر بالاضافة الى جزيرة متغيرة وده بتبقى طبقا لطبيعة الارض اللي موجودة عشان ما نخليش نفسنا نكلف تكلفة عالية فبنوسع ونضيع الجزيرة طبقا لطبيعة الارض اللي موجودة الطريق ده فندم نفذنا عليه 14 عمل صناعي من برابخ برابخ صندوقية وبرابخ مواسير بالاضافة ل 300 متر بلطات خرصانية بعرض 30 متر كمان يا فندم الطريق ده بيخدم المنطقة المخطط زراعتها 121 فدان اللي هم هيبوا في وسط سينة كمان الطريق ده فندم بيخدم مطار مطار البردويل وبيخدم كمان يا فندم المنطقة الصناعية اللي موجودة في الجيف جافة سواء المصانع بتاعة الرخام او المصانع بتاعة الاسمانت اللي موجودة هناك وبالتالي بيحرر شوية موضوع حركة المنتجات بتاعة المصانع وبيسهل لنقل المنتجات لداخل القاهرة وداخل شرق غرب القناة طريق جينيفا الطريق فندم بيربط بين طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي الى طريق السويس الاسماعيلية الطريق بطول 120 كيلو الطريق عبارة عن اتجاهين الطريق تم تنفيذه المرحلة الاولى بطول 140 كيلو من طريق الاسماعيلية الصحراوي حتى منطقة مدخل النفق المرحلة التانية ب16 كيلو ونفذناهم فندم من التقاطح حتى طريق الاسماعيلية السويس تكلفة الطريق ده 1.8 مليار جنيه الطريق اتجاهين كل اتجاه ثلاثة حرة مرورية عرض الطريق 13 متر برضو فندم فيه جزيرة متغيرة بين الاتجاهين الطريق منفذ عليه اربع اعمال صناعية كبري مشاه وكبري سيارات واثنين نفق للسيارات طريق النفق الطريق بطول 14 كيلو ويمكن الطرق اللي كانت بتوصلنا لغاية مدخل نفق احمد حمدي الجنوبي كانت محتاجة رفع كفاءة احنا انشأنا الطريق الجديد ده تم تنفيذه بواسطة وزارة النقل الطريق بطول 24 كيلو عبارة يعني اتجاهين رئاسيين كل اتجاه 14 متر بالاضافة لطرق الخدمة عشان نقل البضايع اللي بتتنقل من سينة لداخل الجمهورية تم تنفيذ فنم عليه اتنين عمل صناعي نفق واثنين كوبري خرصان كمان يا فنم تم تكليف الهيئة لندسية اعتبارا من 30 ستة 2014 بانشاء خمس انفاء اسفل قناة السويس وصلت التكلفة لانشاء الخمس انفاء لتلاتين مليار جنيه المجموعات الانفاء دي يا فنم المجموعة الاولى احنا بننفذ المجموعات كل مجموعة نفقين المجموعة الاولى انفاء تحيا مصر ودي نفذناها سيادتك في مدة خمسين شهر وتم افتتاحها في 2019 المجموعة التانية فنم انفاء تلاتة يوليو وده نفذناها في ستة وخمسين شهر وبرضو في نفس السنة في شهر نوفمبر 2019 خلال شهر ابريل فنم عشرين عشرين وبترشيف سيادتك هنا في السويس سيادتك اطلقت شرارة خروج مكينة الحفر الانفاء من النفاء احمد حمد الشمالي النفاء فنم بطول ارباح تلاف مئتين وخمسين متر اجمالي الانفاء اللي تم انشاء جديدة فنم اربعة وعشرين كيلو متر ده بالاضافة لستة كيلو متر للنفاء احمد حمدي الجنوبي وده النفاء القديم ليصبح اجمال الانفاء اطول الانفاء اسفل قناة السويس تلاتين كيلو النفاء الجديدة فنم او نفاء احمد حمدي الشمالي بيربط بين طريق الانطرة شرق رسدر وطريق القاهرة السويس النفاء فنم تم تنفيذه في اتجاه واحد النفاء بياخد الحركة المرورية من سينة في اتجاه الغرب النفاء فنم بالكامل من بدايته لنهايته ارباح تلاف مئتين وخمسين متر الجزء النفاء في فيه فنم تلات تلاف مئتين وخمسين متر اعمق نقطة في النفاء سبعين متر من منسوب سطح الارض الطبيعية والتصميمات وصلنا فيه لميل تلاتة وثلاتة من عشرة في المية المواصفات الفنية لجسم النفاء القطر النفاء فنم حداشر واربعة من عشرة متر ارتفاع النفاء الحر من داخل لمرور السيارات خمسة ونص متر عدد الحرات المرورية اتنين حرارة مرورية عدد عرض الحرارة المرورية تلاتة وخمسة وستين من مية متر نفذنا النفاء طبقا لما تم تنفيذه في الانفاء السابقة بالحلقات يا فنم احنا نفذين الف وستمية خمسة وعشرين حلقة الحلقة فيها مجموعة من القطعة الخرصانية وصلنا لاربحتاشر الف وستمية خمسة وعشرين قطعة نفذنا بهم جسم النفاء بالكامل بالاضافة لالفين مية ستة وستين وحدة سطحية للطريق اجمال يا فنم الحفر اللي تم سواء في المدخل النفاء او في مخرج النفاء وصل لربعمائة وخمسين الف متر مكعب وهنا فنم بس انا عايز اشير ان سيادتك فيه اختلاف بين تصميم مدخل النفاء عن مخرج النفاء اللي وصلنا ان احنا نعمل اتنين تصميم ان الارض هنا فنم فيه المخرج بتاع النفاء ما فيهاش مية جوفية ارض تصلح ان احنا نعمل تدبيش وتثبيت تثبيت لفوق الطربة المثبتة ويمكن التكلفة المالية للاعمال اللي تنفذت في التدبيش بتبقى دايما اقل من العمال الخرصانية احنا هنا فنم وصلنا لتنفيذ حوائط سندة لان فيه حجم كبير جدا من المية الجوفية في شرق القناة ويمكن المية الجوفية تقريبا اوطى من من سطح الطريق بحوالي 7 متر ده شكل فنم بيارة الطوارق او مدخل اطقم والانقاذ احنا لو ساتك نتذكر في الانفاق اللي تم تنفيذها في المرحلتين الاولينين كان فيه نفاقين ماشيين متوازين لبعض فكنا بنربط في حالة الطوارق بنربط النفاق اللي في اتجاه مع النفاق التاني بممرات عرضية ولكن هنا النفاق بتاعنا الجديد ابعد من المسافة كبيرة جدا بينه وبين النفاق القديم فاضطرينا ان احنا نعمل البيرات دي فنم عشان ندخل فيها اطقم الانقاذ البيارة اللي تم تنفيذها دي فنم عمقها سبعة واربعين متر القطر بتاعها الخارجي تلاتة عشر متر والداخلي عشرة متر اطقم الانقاذ بتنزل منها بتستخدم الممر العردي وده شكل الساتك الممر العردي طوله تلاتة متر وعرضه مية عشرين سنتي بتدخل منه على مدخل اطقم الانقاذ اللي هو موجود هنا ويمكن احنا هيبان في تفاقف سيادتك ان شاء الله المداخل دي فيه مداخل كلها بلقول له اقدر ده اللي بيخرج منها حالات الطوارئ انما المخرج اللي احمر ده اللي بيدخل به العناصر بتاعة اطقم الانقاذ احنا نفذنا فنم بيارتين بيارة في الشرق وبيارة في الغرب كمان فنم بتدينا بقى انشطة بالنفق استخدمنا فنم الطبقات الخرصانة سواء في الجسم النفق من فوق او على سطح النفق او في الجزء السفلي اللي هو اسفل سطح النفق اللي هو الممر الطوارئ نفذنا اعمال اسفلتية وحواجز خرصانية لحماية جسم النفق نفذنا فنم اعمال دهانات لجسم النفق بالكامل مضادة للكربون عشان نحمي جسم النفق من عوادم السيرات انظمة التشغيل والتحكم وعشان النفق ده يحقق اقود العالمي للانفاق نفذنا فنم عندنا ستة انظمة انظمة للتشغيل والحماية النظام الاول نظام التهوية ودم تنفيذ فيه مراوح حساسات عوادم وحساسات وضوح للرؤية النظام التاني نظام الاضاءة نفذنا فيه اضاءة علوية لجسم النفق بالكامل واضاءة صفلية عشان اسفل سطح الطريق نظام اكتشاف ومكافحة الحريق ده نظام معقد شوية وكبير احنا نفذنا فيه كل الانظمة الخاصة بالحماية سواء ضد الحريق سواء للافراد للمنشآت الكهربائية وهيزر قدام سيادتك منفذين سيادتك حساسات حرارية اتنين حساس قطي فوق سطح الطريق واحد عشان تأمين المنطقة اسفل الطريق نفذنا فيه رشاشات ضبابية والرشاشات الضبابية دي بتساعد على الاطفاق الحريق وده مرحلة متقدمة من اعمال الاطفاق ونفذنا لها سيادتك خطوط الضغط الخاصة بيها الاطفاق ونفذنا استوانات الغاز اللي هي FM200 واستوانات الغاز CO2 وده بتتوقف على المكان اللي هننفذ فيه بيبقى فيه افراد ولا لا وده عشان كده نفذنا كل الاعمال دي نفذنا للمنظومة دي فنم 8 ترمبات 3 خاصة بالاطفاق اللي هو عسكري الاطفاق اللي بيبقى موجود في مسار النفق بالاضافة لخمس ترمبات خاصة بالاطفاق الضباوي نفذنا اتنين خزان خزان في الشرق وخزان في الغرب بساعة ربعمائة وخمسين متر مكعب لكل خزان كان عندنا برضو تحدي او يعني نظام تاني مهم جدا انه يتم تنفيذه اللي هو نظام الصرف اللي ان احنا برضو لقدر الله حصل سيول حصل اي مياه دخلت في مصار النفق عملنا سيادتك الجريلات اللي هي خاصة بتجميع مياه في النفق بتنزل الكلام ده على اوطة او اعمق نقطة في النفق بتتجمع في بيارة وبعد كده فنم عملنا خط طرد بياخد المياه من البيارة بيطلحها برى النفق في خزان نظام التغذية الكهربائية دي منظومة كبيرة ودي تعاوننا فيها مع وزارة الكهرباء منفذنا فيها فن موزعات الجهد المتوسط ولوحات الجهد المنخفض وكمان عملنا اتنين مولد كهرباء احتياطي عشان ضمان استمرارية التأمين الكهرابي للنفق وعايز برضو اقول سيادتك احنا جايبين مصدرين من الشارق ومصدرين من الغرب فالكهرباء ان شاء الله متأمنة تماما في النفق انظمة التحكم الزكية دي نفذنا مجموعة كبيرة من الكاميرات المراقبة سواء الكاميرات السبتة او المتحركة ركبنا كمان تسعة رادار لتتبع الحوادث واكتشافة نفذنا مجموعة كبيرة من اشارات المرور شاشات لتحديد السرعات والاتجاه كمان نفذنا اشارات مرورية عشر اشارات سواء في مدخل النفق كمان عشان نتواصل ويحصل نظام اتصالات ركبنا 51 كابين التليفون بالاضافة ل258 مكبر سوط عشان يبقى فيه سيطرة كمان وتحذير وتوجيه للناس اللي هما داخل النفق من غرفة التحكم انظمة الاخلاق احنا عملنا مجموعة كبيرة من العلامات الارشادية واللوحات الارشادية وكمان حددنا الغرفة الطوارئ اللي بيخرج منها الافراد بننقلك الافراد من فوق على تحت من خلال سلالم الهروب ومن خلال الممر ده فان الناس بتتحرك وبتوصل في الاخر الى البيارة اللي تم تنفيذها اللي هي عمقها 48 مت احنا مجهزينها بسلالم ومجهزينها بمصاعد عشان الكبار السن انهم يحركوا ويعملوا اخلاء للمرتدي النافق طبعا كان ضروري ان احنا نعمل غرفة للتحكم والمرأبة احنا نفذنا فان اتنين غرفة غرفة في الشرق وغرفة في الغرب غرفة رأسية وغرفة تبادلية عشان نردمن تماما ان فيه سيطرة كاملة على النفق وامتبع بعد من تهينا من نفق فان نفذنا على التوازي المناطق الامنية الشرق والغرب متمثلتين ستك المنطقة بيبدأ دخول المرتدي بيدخل المركبات يفن للمنطقة الامنية اول حاجة بتقبلها منطقة الموازين توزن ونشوف حمولة المركبات شكلها عامل ازاي بعد كده بتطلع لمنطقة انتظار سيارات واحنا عاملين المنطقة دي بتسع ربو مية وعشرين سيارة بعد كده فنم المركبة بتتحرك على منطقة العشرة بوابة اكس راي بتفتش العربية بالنظام الالكتروني وفي حالة ان الطاعم اللي شغال على اجهزة الاجس راي بيلاقي اي ملحوظة او حاجة بيشكوا فيها داخل المركبة بتتنقل العربية فنم لمنطقة تفتيش يدوي في حالة وعدم موجود اي شيء في العربية بتكمل العربية وتخرج من البوابة الرئاسية اللي فيها 8 بوابات فرعية نفذنا فنم ما يقرب من 99 منشأ 57 منشأ في المنطقة غرب القناة و42 منشأ في المنطقة شرق القناة نفذنا فنم اعمال لندس كيب في الموقع بالكامل تقريبا مليون متر مربع بالاضافة للأسوار 20 كيلو أسوار والبراج الخاصة بيهم وارتفاع الصور 4 متر الشارك معنا فنم في التنفيذ هذه الأعمال بالكامل اتنين اتنين شركة كبيرة وطنية والشركتين دول عملوا تحالف ونفذوا النفق ودول تاني مرة مش تاني مرة ينفذوا معنا هم نفذوا معنا النفقين قبل كده بتوع الإسماعيلية ويعني يمكن اقول السيادتك احنا قبل كده كنا بنخلص النفق في خمسين شهر وستة وخمسين شهر احنا الحمد لله لتراكم بقى الخبرات عند الشركات المصرية وصلنا ان احنا نفذنا النفق ده في 40 شهر سيادتك بالاضافة لاثنين مكتب استشاري مكتب للتصمات ومكتب للاشراف وكمان فنم عملنا شركتين دخلنا شركتين نفذوا معنا المنطقة الامنية كل الاعمال اللي تمت تحت اشراف اللي هي الانسية للقوات المسلعة اجمال العمالة اللي نفذت معنا المشروضة بالكمل يا فنم حوالي 14000 فني ومهندس وعامل ده بخلاف العمالة اللي اشتغلت معنا في الطرق اللي احنا افتتحناها هسازن سيادتك فندم اتوجه بالشكر اتوجه بالشكر والتقدير لقيادة العامة للقوات المسلحة على المسندة المستمرة والدعم الكامل وتزليل كافة الصعوبات والمعوقات اثناء تنفيذ كافة المشروعات في مختلف المجالات مما ساهم في انجاز تلك المشروعات الاملاقة ويعني يعني هسازن سيادتك احنا بنتمنى لسيادتك التوفيق وربنا يعينك على المهام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هسازن سيادتك في افتتاح بعض المشروعات بالفيديو كونفرنس افتتاح المرحلة الثانية من طريق الاسماعيلية العوجة السيد اسامة احمد محمد رئيس مركز ومدينة الحسنة نقيب محمد وحيد يماني المشرف على المشروع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الثاني عبدالوهاب الهلالي المشرف على طريق نفق الشهيد احمد حمدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة أيها أمر فان